السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنشرح ان شاء الله واجهة برنامج الريبت او اليوزر انترفيس واجهة برنامج الريبت بتنتكون معي من مجموعة اجزاء اول جزء هنتكلم عليه وهو الجزء اللي في اعلى وهو شريط الريبون شريط الريبون ده بينقسم معي الى مجموعة من التابات اول تاب فيهو وهو تاب الاركترش وبكل بساطة التاب ده بيحتوي على جميع العناصر المعمرية اللي ممكن احتاجها في المشروع واي عنصر محتاج ارسمه في الريبت يعني اي عنصر او اي امر بحتاج معماري بحتاج ارسمه في برنامج الريبت بتبتدي اوصله من تاب الاركترش اللي موجود في شريط الريبون تاني تاب معانا وهو الستراكشر لو ضغطت عليه هتلاقي برضو فيه مجموعة اوامر رسم او عناصر رسم بكل بساطة هذا التاب بيحتوي على الاوامر الخاصة بالشغل الانشائي يعني لو حضرتك مهندس انشائي هتحتاج تشتغل على هذه الاوامر التاب اللي بعد كده معانا هو تاب استيل برضو موجود في شريط الريبون تاب استيل ده لو فيه شغل مباني حديدية بحتاج ان انا اوصل لهذا التاب عشان التاب ده جواه مجموعة اوامر او العناصر بتاعة الاستيل التاب اللي بعد كده هذا التاب بكل بساطة موجود جواه كل عناصر او اوامر الرسم الخاصة بشغل الميكانيكا او شغل الكهرباء التاب اللي بعد كده وهو تاب انسيرت عن طريق هذا التاب بيتم ادراك اي ملف خارجي الى البرنامج بيتم ادراك اي ملف خارجي الى البرنامج على سبيل المثال ممكن ادري عن طريق هذا التاب صورة عن طريق هذا التاب صورة ممكن اضيف عن طريق هذا التاب برضو فاميلي بتاعت البرنامج هنلاحظ ان فيه زر اسمه لود فاميلي عن طريق الضغط على هذا الزر بممكن استدعي الفاميلي بتاعت البرنامج او حتى لو عايز اعمل لينك ما بين ملفات الريفت وبعضها برضه عن طريق هذا التاب فيه أمر اسمه لينك ريفيت أقدر أعمل لينك أو لو عاز أعمل لينك ما بين ما يلافف فايل كاد وفايل ريفيت عن طريق لينك كاد أقدر أعمل هذا اللينك التاب اللي بعد كده طبعا احنا بنشرح شرح سريع للواجهة طبعا هنتعرق ان شاء الله هنستعرض هزيل أمر عنصر عنصر ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية التاب اللي بعد كده معنا وهو تاب أنوتيت بكل بساطة التاب بتاع ده بيحتوي على مجموعة الاوامر الخاصة بشغل وشغل النصوص لو عايز ارسم العباد بتاعة المشروع عن طريق موجود جواه اوامر لو عايز اكتب نصوص زي مسلا اكتب اسم غرفة او حاجة برضو موجود اللي موجودة الاوامر بتاعة لو عايز المنسيب شغل المنسيب التاج جداول التشطبات وهكذا عن طريق التاب اللي اسمه التاب اللي بعد كده وهو دي بكل بساطة بيحتاجها لما يكون عايز اعمل تحليل انشائي او تحليل للمشروع بتاعي لو عايز احسب او اعمل تحليل للاحمال الواقع على البرنامج كشغل انشائي يعني عن طريق هذا التاب موجودة موجودة مجموعة اوامر الخاصة بالتحليل الانشائي التاب اللي بعد كده هو ميسنج او صايد بكل بساطة هذا التاب عن طريقه بقدر اضيف الارض او المناطق المحيطة بالمشروع بتاعي او على سبيل المسال لو عايز اضيف الازيار والشجارات اللي موجودة في الموقع او المنسيب او التوبرافية بتاعت الارض اللي انا هشتغل عليها اللي بعد كده تاب تاب ده بكل بساطة بيحتوي على مجموعة من الادوات اللي بتمكن من اللي بتمكن من خلالها ان انا اشتغل مع فريق اعمل يعني لو المشروع اللي انا اشغل عليه ده فيه معاي مجموعة من المهندسين او شركاء في المشروع ده بقدر من خلاله يبقى فيه لينك او تواصل بيني وبينهم التاب اللي بقى كده تاب فيو تاب فيو ده بيحتوي على مجموعة اوامر بقدر من خلالها اتحكم في طريقة عرض الموديل بتاعي من خلال مجموعة هزيه الاوامر لو عايز الموديل بتاعي اعرضه بطريقة سري دي بقدر اعرضه سكشن وهكزا عن طريق تاب فيو ده بقدر اعرض الموديل بتاعي بالشكل اللي انا محتاجه التاب اللي بعد كده اللي هو تاب منيج تاب منيج ده بيحتوي على مجموعة من الاوامر بقدر اتحكم من خلالها في اعدادات الموديل بتاعي زي ايه زي مراحل التصميم بتاعتي زي الماتيريالز وهكزا من اوامر بقدر عن طريق تاب منيج ان انا اتحكم في اعدادات الموديل بتاعي اخر تاب معانا وهو تاب موديفاي عن طريق تاب موديفاي ده بيحتوي على مجموعة طبعا اوامر التعديل لو عايز اعدل على المشروع بتاعي عن طريق تاب موديل اول ما اضغط عليه بيظهر لي مجموعة اوامر خاصة بالتعديل زي كوبي نسف روتيت ميرور وهكزا من اوامر دي كده كل التابات اللي ممكن تلاقيها في شريط الريبون في برنامج الريفت طبعا انا عندي بعض التابات هنا الزيادة مش هتلاقيها عند حضرتك لان دي اضافات انا ضيفها للبرنامج الشريط اللي بعد كده اللي محتاجين نشرحه وهو شريط اسمه view control bar الشريط ده هتلاقيه من اسفل بكل بساطة هذا الشريط عن طريقه بقدر اتحكم في طريقة عرض التصميم الخاص بيا يا من لو سي انا عندي تصميم عن طريق هذا الشريط بقدر اتحكم في شكل التصميم ده بيحتوي هذا الشريط على مجموعة من الاوامر زي بتاع التصميم ال view board بتاع التصميم عايز اظهر التصميم ده الوان او ابيض وسود او خطوط وهكزا عايز افعل الشمس وهكزا من الاوامر شريط اللي بعد كده اللي عايزين نشرحه شريط اسمه option bar والشريط ده مش هزهر لك غير لما اتفعل امر يعني ساي انا مسلا اول مضغط على اول هلاحظ فيه شريط ظهار لي فوق تحت شريط الروان الشريط ده بكل بساطة بكل بساطة بيزهر لما استخدم امر وبيكون الاعناصر اللي موجودة فيه مختلفة تبقى للامر اللي انا بشتغل بيه ممتاز يعني دي زي خصائص زيادة بتبقى للامر اللي انا شغال بيه وبتكون مختلفة من امر للامر عملنا سكيب الشريط اللي بعد كده محتاج نشرحه وهو شريط اسمه selection tray ده شريط في الاسفل على يمين موجود بكل بساطة هزي هذا الشريط بيحتوى على مجموعة من الادوات تسمى ادوات التحديد في البرنامج يعني لو عايز اعمل سلك او تحديد بطرق مختلفة لاي عنصر في البرنامج عن طريق هذا هذا الشريط الشريط اللي بعد كده وهو شريط الكويك اكسوز اكس الشريط اللي بعد كده وهو شريط الكويك اكسوز تول بار او شريط ادوات الوصول السريعة السريعة ده بلاقيه في الاعلى البرنامج بكل بساطة الشريط ده بيحتوى على ادوات اساسية زي بعض الادوات الاساسية زي السيف التراجع الاضاء الاعادة الاندو الريدو بعض وبعض الادوات السريعة زي دايمنشن لو عايز اوصل الامرة بسراحة هلاقي الايقون بتاعة دايمنشن التيكست السري دي على بعض الاوامر السريعة اللي بحتاجها هو انا شغال حاجة اللي بعد كده محتاجين نشرحها لانها برضو من الحاجات المهمة جدا جدا واغلب الشغلة هيكون شغل بيها هو مربع اسمه البروجيكت براوزر برويكت براوزر بكل بساطة هذا المربع بينظم لي المشروع بتاعي لاني بقدر من خلاله ان انا اقسم المشروع الى مجموعة من الاجزاء يعني لو لاحظنا في المربع بتاع برويكت براوزر هلاقي ان البرنامج مقسم لي المشروع بتاعي الى مجموعة مستويات اول مستوى اسمه هتلاقي لما تضغط عليه بيفتح لك يعني دي دي مجموعة كل المساقط شغل المساقط اللي انا بيشتغله في البرنامج بيظهر لي في دي وكل شغل الاسقف المعلقة اللي هو هلاقيه بيظهر لي برضو في الجزء بتاع الوجهات بتاعتي الجداول الشتات الفاميلي اي فاميلي انا هستخدمها في البرنامج هتظهر لي في الجزء ده فاذا ده نقدر نسميه المنظم بتاع البرنامج برضو ده هناخد فيه ان شاء الله وقت كبير جدا احنا احنا بنشرح فيه في المحاضرات الجاية اخر شريط معنا برضو من الشراء يعني اخر المربع معنا برضو من المربعات او الاجزاء اللي احنا هنستخدمها كتير ومهم جدا في البرنامج وهو اللي هو المربع ده البروبارتس ده بكل بساطة بيحتوي هو البروبارتس ده بكل بساطة بتحتوي على خصائص المشروع بتاعتي في خلال الجزء ده كل خصائص المشروع بتاعي بيكون موجود في هذا الجزء ولو سي اخترت هلاقي ان الخصائص دي اتحولت معايا لخصائص الحائط بتاعي يعني هنا بيقول لي ان انت خلي بالك الاول لما هتيجي ترسم الحائط ده هيترسم من انت بترسم في الليفل وان البيس اوف ست زيرو الكنس كونسترين زيرو الهايت ان كونيكتد وهكذا بعض الخصائص الخاصة بعنصر الول ده طبعا بتخصائص دي بتكون مختلفة على حسب العنصر اللي انا هرسمه طيب لو طلعت من امر وول واخترت الدور هلاقي ان الخصائص دي اتغيرت معايا لخصائص مختلفة اللي هي خاصة بالدور يعني هنا مثلا بيقول لي ان هيت بتاع الشباك هنا بيقولي الماتيريال اه واخد كذا في الفريم الفينيش بتاعه لونه كذا وهكذا يعني اقصد الخلاصة اللي انا عايز اقولها في الجزء ده ان دي عبارة عن الخصائص بتاعة العنصر اللي انا بشتغل عليه يعني بتكون مختلفة على حسب العنصر اللي انا بشتغل عليه بكده نكون انتهينا من المحضرة اشكركم ويرب تكونوا استفدتم ولو بعلومة صغيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته